أزيدكم في سورة صاد أمثل ما فتحت سورة بذكر صاد والقرآن ذي الذكر ختمت به إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين قلت لكم ذكر فهو كائن ولتعلمن نبأه بعد حين فقال الله في سورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر في سورة صاد حصرا وليس في القرآن كله إلا في صاد إن ذلك لحق تخاصم أهل النار فالسورة التي فتحت بالذكر صاد والقرآن ذي الذكر فيها أهل فيها أهل ذكر وأهل اسألوا أهل الذكر أهل القرى اسألوا أهل الذكر أهل القرى صاد والقرآن ذي الذكر وليس لحق تخاصم أهل النار واضح عبد الله أهل الذكر إما محمد والمرسلون عليهم صلوات الله أو الفجرة الكافرون فعليك لزاما بعدما استبنتم الذكر أن تقول إما محمد والمرسلون أو الذين كفروا محمدا والمرسلين تنبه فإن أخطأت فيها أخطأت في محمد والمرسلين إن زللت فيها زللت في محمد والمرسلين لأن قولك إن أهل الذكر هم العلماء بالكتاب على رأسهم محمد والمرسلون عبد الله اتق الله إياك لا تتبع على جهالة ولا على ضلالة وعلى قرون تطاولت كسرت إياك إياك إن أصررت بعد هذا من أصر بعد هذا استبن فإن استبنت في الكتاب فلم تجد بينت ما أقول ورأى الله أنك لم تجد أعذرت نفسك إن استبنت فاستكبرت أهلكت نفسك إنك ترمي الأنبياء بالجلل العظيم إما أن يكون أهل الذكر أهل النار أو المرسلون أنت عليك أن تفصل فيها ببينات الكتاب دعك من خراريف فلان وفلان دينك هذا الكتاب المبين العربي المبين وهذا النبي المبين yang أريد أن تصل في دعك من قبل ترجمة نانسي قنقر